تتصدر شعارات الاحتجاج ضد الغلاء والزيادة في الأسعار إذن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حيث يطالب ناشطون الحكومة بالتدخل الفوري لمواجهة موجة الغلاء التي تضرب البلاد بعد تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية بمختلف أصنافها فيما تدعو نقابات إلى ترجمة سخط المواطنين إلى احتجاجات في الشارع أصبحت تسوق أمرا شاقا لعبد الوافي رب الأسرة هو العامل البسيط الذي ينتمي للفئة الفقيرة ويعترف بأنه لا يستطيع إيفاء كل احتياجات الأسرة بسبب الغلاء زادوا في كل شيء زادوا في الفرماس زادوا في الحليب زادوا في الزيت زادوا في كل شيء بالزباد سيد الله من هذا منكر نحن رعينا تخارنا سجلت مديرية التخطيط وهي هيئة مكلفة بالإحصاء ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك في المغرب بنسبة 1.4% سنة 2021 أي ضعف الزيادة المسجلة عام 2020 ارتفاع يأتي وفق خبراء بسبب عوامل عديدة تدعية جائحة كورونا كانت غلاء المواد النفطية كانت الاضطرابات في السلاسيل تريد إلى غير ذلك المستوى المحلي كانت مجموعة من الأسباب لنقدرون نذكرها فيها كذلك تدعيات جائحة كورونا على المستوى المحلي كانت مجموعة للمقاولات لأفلسات مجموعة للطرابات الاقتصادية كانت كذلك الجفاف لا للزيادة في الأسعار لا للغلاء أجور هزيلة وأسعار حارقة وسوم تتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مطالبة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية جيوب المواطن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ تدابير استعجالية وأقول تدابير استعجالية لماذا؟ لأن الحكومة كانت لها وعود كبيرة جدا على مستوى الاجتماعي على مستوى الاقتصادي وهذا الوعود من ناحية نفسية المواطن كان ينتظر فعلا تحقيق هذا الوعود ليس بنفس السرعة وبنفس الطريقة ولكن ينتظر إشارات إيجابية من هذه الحكومة الحكومة المغربية تربط ارتفاع الأسعار بارتفاعها دوليا قائلة إن الدعم الحكومي في المواد الأكثر استهلاكا كالحبوب وغاز البوتان مستمر ولولاه لا ارتفعت الأسعار بشكل أكبر نرى ما هي الإجراءات لخاص الحكومة تديرها للحد والتخفيف من الوطن أنتع هذه الارتفاعات وخاصة لقدر الله إلى مشناه في المستقبل لارتفاعات إضافية وتطالب نقابات بتعديل قوانين حرية الأسعار والمنافسة فيما تدعو أخرى إلى الاحتجاج في الشارع تزامناً والذكرى الحادية عشر لحراك عشرين فبراير فيما تستمر تداعيات أزمة كورونا يزيد غلاء الأسعار قدرة المواطن الشرائية إنهاكاً بما ينذر باحتقان اجتماعي قد يؤدي إلى احتجاجات في الشارع وفق توقعات خبراء مقابل تحفظ حكومي يربط أزمة الغلاء بالسياق الدولي فاطمة بغنبور الحرة الرباط ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الخبير الاقتصادية سيد خالد أشبان سيد خالد أهلا مرحبا بك بداية هل تبرير الحكومة بأن سبب ارتفاع الأسعار هو الأزمة الاقتصادية العالمية هذا التبرير هل سيقنع المواطن وما الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة؟ مساء الخير سيدتي وشكرا على الاستضافة أظن أن الدور الطبيعي للحكومة ليس هو التبرير وشرح ما يحدث بل هو اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية المواطنين من الغلاء اليوم التي تحس جميع الطبقات الاجتماعية في المغرب هناك ارتفاع في أسعار المواد الأساسية راجع بالأساس إلى ارتفاع الأسعار عالميا هذا شيء صحيح وهذا هو التبرير الذي تقدمه الحكومة لكن المواطن لا ينتظر تبريرا من الحكومة بقدر ما ينتظر إجراءات فعلية وسريعة لحماية قدرته الشرائية يجب التذكير هنا بأن المشكلة ليس فقط مشكلة ارتفاع أسعار حاليا هناك ثلاث مشاكل تجتمع في نفس الوقت لا يجب أن ننسى بأن المغرب عاش مثل جميع دول العالم عامين من الجائحة جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد على القدرة الشرائية المغربة على التشغيل هناك قطاعات كانت متوقفة تماما مثل القطاع السياحي إلى حدود أسبوع أو أسبوعين كانت قطاع متوقف تماما وهو قطاع يشغل الآلاف من المغاربة يعتبر مصدر الداخل بالنسبة للآلاف من الأسر المغربية نفس الشيء بالنسبة لقطاعات أخرى هناك كذلك تداعيات الجفاف التي ستؤثر على القطاع الفلاحي ونحن نعرف بأن القطاع الفلاحي في المغرب يساهم بشكل كبير في النتيجة الداخلية الخام يشغل الآلاف من المغاربة يعتبر مصدر الداخل بالنسبة للآلاف من الأسر المغربية كل هذه العوامل اليوم مجتمعة تجعل الوضع معقد وبالموازات ليست هناك لحد الساعة أي إجراءات من طرف الحكومة المغربية للحماية المواطن المغربي من الغلاء أظن أن هذا هو ما ينتظره المواطن المغربي لا ينتظر تبريرا بقدر ما يرتدر شيء ملموس يقول بأن الحكومة تقوم باللازم لحمايته طيب ماذا عن الحاجة الآن إلى مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي فرضته حكومة بن كيران سيد خالد أظن أن المشكل حاليا ليس مشكل منافسة أو تسقف أسعار اليوم هناك الحاجة الماسة في تقدير المتواضع هي حاجة إلى إعادة النظر في القانون المالي للسنة الحالية واتخاذ ما يلزم من إجراءات جبائية للحد من ارتفاع الأسعار نحن لا ندري هل ستتوقف هذه الموجة من الغلاء كما جاء في التقرير على لسن وزير الميزانية نحن لا ندري بعد هل ستتوقف الأسعار عند هذا الحد أم الارتفاع سيزيد هناك توتر عالمي مثلا بالنسبة للأزمة الأوروكرانية الروسية لا ندري هل ستتوقف أسعار المحروقات عند هذا الحد أم أنها ستتجاوز سقف 100 أو 110 دولار وبالتالي كيف سيكون الحال أن هذاك في السوق الداخلية المغربية اليوم أتمينة المحروقات مثلا وصلت إلى مستويات جد عالية وهو ما يؤثر على سلسلة توزيع المواد الأساسية في المغرب كاملتان وبالتالي الحكومة اليوم ملزمة بإعادة النظر في القانون المالي الحالي إعادة النظر في مجموعة من الميزانيات وملائمتها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة تخذ إجراءات يحسها المواطن المغربي بسرعة هل ستتخذ ربما الحكومة هذه الإجراءات أمام ربما الاحتجاجات التصعيدية والهاشتاغات التي يطلقها المغاربة على الأقل قبل شهر رمضان هذا هو الدور الطبيعي للحكومة لا يمكن أن تظر الحكومة مكتوفة الأيدي صحيح ولكن أنتم كمراكبين هل تكهنون باستراتيجية واضحة للحد من هذه الأزمة خلال فترة وجيزة صحيح ننتظر إجراءة ملموسة من الحكومة في موضوع الأسعار كما تم تدخل الحكومة بشكل استعجالي في موضوع دعم القطع الفلاحي في الأسبوع الماضي عندما استقبل الجلالة الملك رئيس الحكومة ووزير الفلاحة وتم الإعلان عن برنامج استعجالي لدعم القطع الفلاحي بميزانية تتجاوز 10 مليار درهم وهذا شيء جد إيجابي للتخفيف من آثار الجفاف ننتظر أن تفعل الحكومة نفس الشيء بالنسبة لموضوع ارتفاع الأسعار الحكومة لحد الساعة لم تعلن أي شيء وفي تقديري أظن بأنها تحضر شيئا ما لإعلانه للمواطنين المغربة لأن هذا هو الضور العادي للحكومة الحكومة ليس دورها أن تبرر الحكومة دورها أن تتخذ القرارات اللازمة لحماية المواطنين المغربة من الغلاء هل موضلة في رفع الدعم عن الأسعار الأساسية كذلك؟ كان عاملا مباشرا ربما في سلسلة هذه الاحتجاجات أكيد الشيء المؤكد اليوم أن الحكومة الحالية ليست هي المسؤولة عن الوضع الحالي وعن ضعف القدرة الشرائية للمغربة حكومة الحالية عمرها فقط أربعة أشهر هي مسؤولة عن تدبير هذه الأزمة واتخذ القرارات لكن العوامل الأساسية في هذه الأزمة هي القرارات التي اتخذتها الحكومة في العشر سنوات الماضية لأن القدرة الشرائية للمغربة تضررت بشكل كبير من قرارات الحكومة السابقة الأجور لم تتحرك منذ سنة 2011 وهناك اقتطاعات جديدة تم سنوها خلال العشر سنوات الماضية هناك غلاء خلال العشر سنوات الماضية كان هناك جفاف كانت هناك نيسة بنومة ضعيفة كل هذا الترى على القدرة الشرائية للمواطنين المغربة وخصوصا الطبقة المتوسطة التي من المفروض أن تكون هي الدعمة الأساسية للاقتصاد المغربي فبالتالي كل هذه العوامل تحرير الأسعار تحرير أسعار المحروقات وشطب الدعم أو إلغاء الدعم كان عاملا أساسيا في الأزمة التي نعيشها اليوم أزمة الغلاء وانرتفاع جميع أسعار المواد الأساسية الخبير الاقتصادي خالد أشيبان حدثنا مباشرة من الرباط شكرا جزيلا لك سيدي وكرف الوضicion جزيلا لك أليم أليم شكرا لك